موسيقى تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الامنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم اصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط اربعين الفا وستمائة وست وعشرين قضية تمونية متنوعة من بينها ستمائة وخمس وثلاثون قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت عشرة الاف وثلاثمائة وثمان وثلاثين استوانا وضبط سلاس وسبعين قضية مواد بيترولية بمضبطات بلغت مليون وخمسة واربعين الفا وثلاثمائة وتسعة واربعين لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء اضافة الى ضبط مائتين وعشر قضية بيع السلع تمونية مدعمة بالسوق السوداء بمضبطات بلغت قرابة خمسة وثمانين طن سلع غزائية وتمونية متنوعة وضبط سنتين وخمسين قضية استيلاء على اموال الدعم بمضبطات بلغت قرابة مائة واربع طن سلع مدعمة متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء تم ضبط مائتين وخمسين وستين قضية بمضبطات بلغت اكثر من اربعة الاف طن سلع غزائية متنوعة واثنين وتسعين الفا وتسعمائة وخمس وثمانين عبوة زيت طعام وثلاثمائة وثمانية وثلاثين طن اسمنت وقرابة خمسة الاف وخمسمائة طن حديد تسليح كما تم ضبط الف وستمائة وثلاث وثمانين قضية في مجال البيع بازيد من السعر بمضبطات بلغت اكثر من سبعة الاف طن سلع غزائية متنوعة وواحد واربعين الفا ومائة وتسع عشر عبوة زيت طعام وقرابة اربعمائة وواحد وخمسين طن اسمنت واربعمائة وواحد وتسعين طن حديد تسليح وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال شهر سبعمائة وواحد واربعين الفا ومائتين واسنتين وتسعين مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد ستة عشر الفا وسمانمائة وتسعة واربعين من قائد المركبات تبين ايجابية عدد تسعمائة واربعين سائقا منهم كما تم المرور على خمسمائة وإحدى عشر مدرسة واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد أربعة ألاف ومائة واسنين واربعين من سائق حافلات المدارس تبين ايجابية خمس حالات كما تم فحص سلسة ألاف وستمائة وتسعين وعشرين مركبة مدارس تبين مخالفة خمس وستين مركبة الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع الفين ومائتين واربع عشر سيارة ومائتين وتسع وسبعين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط أربعة وستين ألف وخمسمائة واسنتين وثمانين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف وستمائة وواحد قضية في مجال سلقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من مائتين واثنين وسبعين مليون جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر ألف واثنتين واربعين قضية من بينها ستمائة وسبع وسبعون قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت مائة وستة وتسعين ألف وسبعمائة وخمس وتسعين وحدة فنية وثلاثمائة وخمس وستين خضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت سلاسة وسبعين ألف ومائتين وتسعى نسخ من كتب متداولة بتصريح منتهي ومطبوعات تعليمية وأدبية تولى الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط سلاثمائة وست وعشرين قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت قرابة واحد ونصف مليار جنيها وضبط عدد مائتين وسبعين وسبعين قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبية بمبالغ مالية مضبوطة بلغت قيمتها قرابة تسعة وسبعين مليون جنيه مصرية وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل قرابة اثنين وثلاثين مليون جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط سبعة ألاف وخمسمائة وست وسبعين قضية في مجال التهرب الضربية بقيمة مالية بلغت أكثر من سمانية مليارات جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 23 مليون جنيها